يعطيكم العافية كيف بدنا نفحص جهازنا من الفيروسات كيف بدنا نخلي جهازنا خالي من الفيروسات بطرق آمنة وطرق رسمية وليس طرق التوائية كونوا معنا الآن هيا بنا إلى الاستوديو نشوف الموضوع ونشوف شو القصة هذه إلى هناك صلوا على سيدنا محمد الله مصلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد لو معك جهاز أول حاجة خير نبدأ في سامسونج لو معك جهاز سامسونج بتيجي على الاعدادات طبعا هذا الجهاز السامسونج اللي موجود معاي عليه الأندرويد 13 وعليه One UI 5 حتى نعرف ونتأكد بنيجي بعد الاعدادات خلينا نورجيك حول الهاتف وهي جهاز زي ما انت شايف A73 ومعلومات البرنامج أندرويد 13 One UI 5 نطلع من المكان الآن بلش الشهر نيجي على الاعدادات بعد الاعدادات هننزل على حاجة اسمها البطارية والعناية بالجهاز زي ما انت شايف البطارية مكان التخزين الذاكرة حماية الجهاز بنضغط عليها بنعملها تشغيل لسه هي مش شغالة لانا لسه جديدة نازلة هنيجي نقول له تشغيل ويقول له انا لحمايتها لحمايتك ستقوم حماية الجهاز بالمسح بحثا عن مشكلات فيه كل مرة تقوم بها بتطبيق تطبيق جديد يعني كل تطبيق جديد بينزل عندك مباشر هيبدأ فحص فيه قد يجعل هذا عمليات تثبيت التطبيقات ايضا لكنه يتيح لك حضر تثبيت التطبيقات التي تحتوي على مشاكل حماية اذا في عندك تطبيقات عندها فيها مشاكل حماية مش هيسبت لك ايها وهيحميك نيجي الان نتطلع بس قبل ما نيجي نتطلع فيه عندنا كلام هنا فوق مهم كلام مهم بيقول لك انه حماية الجهاز تبعتك مدعومة من برنامج مكافي الشهير اللي عارفينه اه هنيجي نقول له تشغيل وهي ايش كاتب هنا لا توجد تهديدات ما في تهديدات وكل فترة بتعمل فحص الهاتف زي هيك وببلش يمسح لك الهاتف كل التطبيقات واذا في مشكلة هيكتب لك توجد تهديدات طيب لو جينا لجهاز تاني مثلا جبنا جهاز شاومي شايفين كيف ببلش يفحص تطبيق تطبيق بفحص لك اياهم هاينا جبنا جهاز شاومي في اجهزة شاومي الامر اسلس ويعني اسهل بتيجي على الحماية فيه تطبيق اسمه تطبيق الحماية السيكيوري هذا معروف بيفحص لنا كل حاجة بيعمل لك تسريع لجهاز منظف وكل اشي بتيجي على حاجة اسمها فحص الحماية فبقول لك هنا الكشف عن الفيروسات وتحييدها بشكل اكتر كفاءة ستقوم بتحميل اسماء حزم التطبيقات وخصائص عند فحص الجهاز البحث عن الفيروسات وهذا مدعوم من افاصل تمام نعمله اوافق وبعد اوافق هيبلش الان يفحص لي في الجهاز واذا فيه تهديدات في الجهاز هيكتب لي نشوف اشي يكتب طلعش كاتب جاري الفحص تقييد الوصول الى رموز التحقيق عفشو رموز التحقيق لما يكون عندك بطاقة وبعتلك رمز يتحققه وامور فيسبوك ورموز التحقيق للواتساب وحاجات كتير كل شيء يبدو جيدا أنا مثلا في الجهاز هذا هي بيئة الدفع الخصوصية والامان الفيروسات ببلش يفحص فيهم واحد واحد وبيكتب لك هنا شو بيفحص وهي يكتب لك هنا مدعوم من افاصل وهذا كانت طريقة فحص الجهاز من الفيروسات وحماية جهازك من الفيروسات لا تستعين بتطبيقات خارجية ما هو لازم انك تستعين بأي تطبيق من الخارج وهذا كان الفيديو اليوم لا تنسى الدعم يا غالي ويعطينا ويعطيكم العافية سلام